موسيقى ازايك يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد طبعا كلنا كده في الفترة الاخيرة شفنا الفيديوهات الكتير اللي احنا عملناها عن راوترات تي بي لينك وشوفنا المميزات الكتير راوترات تي بي لينك بتقدمها وفعالية الناس كتير جدا بدأوا يحاولوا الراوترات بتاعتهم لتي بي لينك بعد ما لقوا مميزات فيها مش موجودة في الراوترات اللي كانت موجودة عندهم قبل كده مثل موضوع تحديد السرعة وان راوترات تبيلينك تديك كفاءة أعلى الخط الأرضي وكما انت تقدر تعمل اسمين للواي فاي وكل اسم بسرعة لوحدها وان انت تقدر تحدد سرعة لكل موبايل في البيت عندك لوحده حاجات كثير جدا قلناها في ريفيوهات راوترات تبيلينك اللي فاتت ممكن ترجع تشوفها هتلاقي زهرت عندك في الآي اللي فوق هنا أو هنا طبعا في الفيديوهات اللي فاتت أنا قلت من مميزات راوترات تبيلينك ان فيه أبليكيشن للراوترات دي تقدر من خلال تتحكم في راوتر تبيلينك بتاعك بكل سهولة بدل ما تقود تفتح الصفحة بتاعته كل شوية وكمان تقدر من الأبليكيشن ده ان انت تتحكم في الراوتر وانت برا البيت ولكن انا ما شرحتش الأبليكيشن علشان وقت الفيديوهات اللي فاتت دي ما تتوالش وقلت ان انا هعمل فيديو مخصص لشرح الأبليكيشن بتاع الموبايل تبيلينك وازي تقدر تستفيد بكل حاجة من المميزات بتاعته وده طبعا اللي هنشرحه في فيديو النهاردة ولكن قبل ما نبدأ في اي حاجة تعالوا نتعرف على سبونسور فيديو النهاردة موقع جي في جي مول هو ستور تقدر من خلاله تحصل على سريالات أصلية للويندوز والأوفيس بأسعار مخفضة كمان من خلاله تقدر تحصل على ألعاب أصلية على منصات زي ستيم أو بليستيشن أو إكسبوكس وكمان دلوقتي تقدر تحصل على خصم 20% على أي منتج تشتري من عندهم لو استخدمت كود الخصم ام اي 20 فلو جينا كده مثلا نجرب نشتري أي منتج مثلا عايزين نشتري ويندوز 10 برو وهنلاقي هنا كده ان ويندوز 10 سعره 16 دولار وتسعة وتسعين سنت هندوس على باي ناو علشان نشتريه وبعد كده هو بيحولك للصفحة اللي بتكتب فيها الكود بتاع الخصم اللي هو اي 20 علشان تاخد الخصم أول ما هندوس كده على أبلاي هنلاقي السعر هنا هيقل من 16 دولار وتسعة وتسعين سنت لتلاتاشر دولار تسعة وخمسين سنت وبعد كده هنعمل التشيك اوت علشان نروح لعملية الدفع وهندق هنا اكتر من وسيلة دفع زي مثلا باي بال او بيزا وماستر كارد او مثلا البيتكوين دي كلها وسائل دفع مشهورة لينك الموقع اقود الخصم اللي هيديك خصم 20% على اي حاجة تشتريها من عندهم هتلاقيه في الديسكريبشن تحت الفيديو موضوع الابليكيشن بتاع الموبايل ده موضوعه سهل جدا وبسيط يعني اول ما هنشوف بس الفيديو بتاع النهاردة والشرح بتاعه اكيد هتعرف تستخدمه بكل سهولة لان هو مفوش اي حاجة معقدة خالص ده هو يعني بيسهل عليك حاجة كتير جدا في استخدامك للراوتر وقبل ما نبدأ في الشرح دلوقتي برضو حابب اقول لكم ان احنا عملنا جروب على الفيسبوك اسمه انترنت كميونتي ان ايجيبت طبعا ده لاي حد عنده استفسار او اي حد عنده مشكلة يخش على الجروب يسأل الناس اللي موجودة في الجروب وكل الناس اللي عادت عليهم المشكلة دي قبل كده او عارفين حل المشكلة ديت هيدجاوبوا عليه بيحل المشكلة وقدروا يحللوا مشكلته وكمان اي حد عنده مشكلة وقدر يحلها او يعرف يوصل لحل المشكلة ديت بينزل يقول للناس ان هوا كان عنده مشكلة وقدر يحلها والحل بتاعها كذا علشان لو حد قبلته المشكلة دي بعد كده يبقى عارف الحل لها الجروب ده هسيبه لكو في الديسكريبشن تحت الفيديو وكمان هسيب لكو لينك بتاعه في اول كومنت تحت الفيديو فانت دلوقتي لازم توقف كده الفيديو وتروح تعمل جوين الجروب ده عشان ممكن بعد ما الفيديو يخلص انت تنسى تعمل الخطوة دي وكمان بالمرة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة تعالوا بقى نبدأ شرح الابليكيشن بتاعنا ونشوف ازاي هنقدر نستخدم الابليكيشن دوت وازاي نقدر نسجل عليه اول حاجة هتعملها ان انت تفتح البلاي ستور بتاعك وتكتب فيه تبلينك وبالتالي هيظهر لك اللي هو الابليكيشن بتاعتي بلينك اول واحد هتعمله دون لوود ولكن انا عشان نعمله دون لوود قبل كده فهفتحه على طول دلوقتي هو ظهر لي بيقول لي دخل ايميل والباسورد بتاعك طبعا انت اول مرة هتكيد مش هيبع عندك يعني ايميل والباسورد فبالتالي هتيجي هنا تحت على الشمال على صين اوب وبالتالي بتكتب الايميل بتاعك هنا والباسورد فهو دلوقتي هيفتح لي القائمة بتاعة ماي ديفايسز وهيظهر لي جهاز الواي فاي اللي انا متصل عليه انا دلوقتي متصل على تيبي لينك ال vi r 300 وخلي بالك يعني اول ما بتنزل الابليكيشن الاجهزة اللي هتظهر عندك هنا في ماي ديفايسز الاجهزة اللي انت متصل على الواي فاي بتاعها ولكن خطوة ان انت تفتح الابليكيشن تخش على الجهاز من انت برا البيت لسه هنخش عليا كمان شوية ولكن نشرح بس دلوقتي الجزئية دي. فدلوقتي اللي ظهر عندنا الجهاز ده لاننا متصل بشبكة الواي فاي بتاعته فهو جدلوقتي ظهر قدامي هدوس كده عليه دوسة طبعا هو هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتقوى الراوتر اللي هما طبعا بتعملوا انت بقى قادمين قادمين قويا يكن بس هنا عشان كتبتهم مرة وهو ما بيطلبهمش مني تاني. بعد ما هتكتبهم طبعا هتدوس على لوجين فيفتح لك الراوتر بالشكل ده. هنا في القائمة اللي في النص اول حاجة ظهر عندي اللي هي الوايرلس وكاتب لي عندي اسمين للواي فاي اسم الواي فاي اللي هو 2.4 جي جي هيرتز ده اللي انا مسميه باسم عشرة واسم الواي فاي التاني اللي هو 5 جي جي هيرتز انا مسميه باسمه 5 جي. بادوس على العين كده اللي جنب الباسورد بيزهر لي الباسورد اللي انا عامله سواء في الـ 2.4 جي جي هرتز او الـ 5 جي جي هرتز ولو عايز اغير باسورد الـ Wi-Fi في اي وقت بادوس مسلا على الشبكة اللي هي اسمها عشرة ديت وبعد كده حتى هو جاب لي الـ 2.4 جي هرتز والـ 5 جي جي هرتز عايز اعدل فاني واحدة فيهم مسلا اختار الـ 2.4 بيقول لي عايز اسمها يبقى ايه ممكن اعدل في الاسم وممكن كمان اعدل في الـ password اللي انا عايزه وبعد كده بادوس من فوق على اليمين فبيعدل لي الحاجة اللي انا عدلتها نفس الكلام برضو في الـ 5 جي جي هرتز طي الحاجة اللي بعد كده بقى الـ guest network او شبكة الـ Wi-Fi التانية لو انا دوست عليها كده فدلوقتي هو بيقول لي ان انا مش مفاعل الـ guest network او مش مفاعل ان انا اعمل شبكة Wi-Fi تانية فانا هدوس كده دوسها علشان اروح ان انا افعلها بعد كده هدوس مسلا على الـ 2.4 كده وافعل شبكة الـ Wi-Fi التانية على الـ 2.4 جي هرتز واعمل اسمها هنا والـ security طبعا هو بيقول لي no password اخليها encrypted عشان اكتب password هنا وبعد كده هعمل الـ password بقى اللي انا عايزه وادوس من فوق على اليم انا عايزه اعمل شبكة Wi-Fi تانية مثلا 5 جي جي هرتز باجي كده على الـ 5 جي جي هرتز وافعلها وبالتالي كده انا بقدر اعمل اسمين للـ Wi-Fi من الـ application طيب تعالوا بنرجع كده عشان نشوف الحاجة اللي بعد كده طيب رحزنا كده فوق على اليمينا نلاقي حاجة اسمها clients اللي هي مكتوب عليها رقم اتنين لو ادوست عليها كده هيجيب لي ايه الاجهزة اللي متصلة على الـ router عندي طبعا مثلا انا عندي الموبايل بتاعي اللي هو متصل على الـ 5 جي جي هرتز ده وعندي الـ PC بتاعي اللي هو متصل على الـ Wi-Fi ومعنديش حاجة متصل على الـ 2.4 جي هرتز طبعا بيكتب لك الموبايل والـ IP بتاعه انا مثلا موبايل زاهر عندي اللي هو الـ IP بتاعه ده بس انا طبعا مختلف الـ IP عن الـ range اللي هو الـ 192 لان انا بغير IP الـ router عايز بقى اعمل بلوك لموبايل او جهاز معين عشان ما يستخدمش الانترنت باجي مثلا كده على الـ PC بتاعي اللي هو تحت دوت اللي هو متصل عن طريق الـ Wi-Fi وبادوس على دوسه طويل وبعد كده بدوس على بلوك علشان كد يوقف الانترنت عليه وبالتالي هو برضو حتى هو متصل عن طريق الكيبل برضو مش هيشتغل الانترنت عنده طبعا عايز اشيل البلوك اللي انا عملته هلاقي عندي حاجة تحت كده اسمها بلوكت كلاينس هدوس على شو هيصغر لي الجهاز اللي انا عمله بلوك هدوس عليه تاني دوسه واقول له فبالتالي هيرجع شغاله الانترنت تاني ويشتغل خلي بقى لكم الخطوات دي كلها احنا بنعملها احنا جوها البيت ولكن انت تقدر تعملها من وانت بره البيت اصلا بعد كده لما انف كده هنا من فوق الشمال دوسنا على علامة الانترنت ديت علشان مثلا حابيين نغير permanent password بتوع اه الشركة اللي الشركة مديهم لنا بدوس كده دوسة هنا وبكتب لي هنا username ولا شركة الانترنت مديهم لي ولكن خلي بالك انت متقدرش تعدي ال username دول الا لو انت متصل بشبكة الوايفاوينت جوه البيت لما تفعل عمل من وانت بره البيت متقدرش يتعدى ال username وال passeramente دول علشان ممكن طبعا تكتبهم غلط فانترنت يفصل في الاراتف لبيت وهي في انتعرفش تخش عليه تاني يعني نرجع تاول لالنشوف الح اللي بعد كده وهي قايمة تولز كده من تحت على اليمين فهنلاحز ان احنا عندنا هنا شوية اختيارات طبعا الحاجات اللي احنا دخلنا عليها من بارا هنجدك اختصارات عشان تسهل عليك ولكن هي برضو موجودة هنا في قايمة تولز ولكن قايمة تولز دي بتشرح لك كل بقى حاجة موجودة في الراوتر فمسلا لو جينا كده على الاول حاجة اللي هي كويك سيت اوب فمن هنا نقدر نعمل اعدادات الراوتر لاول مرة زي ما عملناها في الشرح بتاع راوتر تيب لينك في ار تلتمية ان احنا نعجد كده مسلا نختار نيكست وبعد كده نكتب اليوزر نيم والباسورد والواي فاي ونعدي بكل المراحل لحد ما نعمل كل العدات بخطوة واحدة بدل بقى ما اخش على اليوزر نيم والباسورد اكتبهم واخش على الواي فاي اعدلوا واخش على مش عارف اي اعملوا لا هي كلها اعدل خطوة نيكست نيكست حد فينش في الاخر عمدت كل اعدادات الراوتر بخطوة الاحاجة اللي بعد كده طبعا اللي هي الوايارلز دي احنا كلمنا عنها وعرفنا زي بنعدلها بعد كده الانترنت dealingكشن دي برضو احنا كلمنا عليها عرفنا ازي نعدل يوزر نيو والباسورد منها بعد كده بقى الخطوة اللي بعدها هديت يعني انصف حاجة ما تلعبش في اي حاجة منهم لان كده خلاص احنا عرفنا ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها اللي هي بتاعة الواي فاي والانترنت فالحاجات دي ممكن نبقى نشرحها بعدين هي اعمل هاش اي لازمة دلوقتي وبس ممكن شيرد واي فاي ديت لو انت عايز تدي باسورد واي فاي بتاعك لحد من غير ما يقعد يكتبه لو انت عامله طويل وصعب بتدوس عليها بتعضي عليك الكيو ار كود دوت يقدر هو يسكانه بالموبايل بتاعه ويشتغل على الواي فاي على طول اه مثلا اه حاجة تانية كده زي سيستم اللي انت لو لوحظت عندك كده فوق حاجة اسمها بتدوس عليها كده بيقول لك ان انت على اخر سوفت وير للراوتر طبعا من هنا تقدر تعمل افديت للسوفت وير بتاع الراوتر بتاعك عشان لو شيرك امدازلها اي تحديسات كمان من تحت هنا ممكن تعمل ريبوت للراوتر او ممكن تعمل ضبط مصنع على الراوتر ويرجع بالعدادات الاصلية بتاعته وممكن تعمل لوج اوت او تسجيل خروج من الراوتر خالص بقى اهم خطوة في الراوتر اللي هي بتاعت اني اقدر احدد السرعة اصلاً انه من اهم الحاجات الى الناس شير يطول دا Plus لغيره لانه تحكيم اخ Starting Not Pour Go اخش عن طريق الراوتر او صفحة الاستم Indones PG effectivement مع ان لو من التي تكون انت بقى اسهل بكتير وده حاجة سهلة ممكن تتعامل ب المق defect الى قبل انه يستخدمli الخدمة طيب تعالوا كده بقى نشوف ازاي هقدر اخلي الراوتر بتاعي يفتح من اي مكان من وانا بره البيت اصلا ومش ازا ما بمتصل بشبكة الواي فاي بتاعته علشان الابليكيشن يفتح معي هاجي كده افتح صفحة الراوتر بتاعي عادي خالص واجي في القايمة اللي هي بيزيك من فوق خالص كده هاختار على الشمال تحت حاجة اسمها تي بي لينك كلاود وبعد ما اختارها هيفتح لي كده الصفحة دي وهيطلب مني ان انا ادخل الاميل والباسورد بتوعي الاميل والباسورد دول انهي بقى اللي انا سجلت بهم وانا بسجل على الابليكيشن نفس الاميل والباسورد اللي انا دخلت بهم على الابليكيشن اكتبهم هنا في صفحة الراوتر بعد ما اكتبهم بقى هدوس على الوجين وهنتظر كده شوية لحد ما يبقوا موجودين جوا الراوتر وزي ما انتو شايفين كده هو دلوقتي يضاف لي الاميل بتاعي اللي انا مسجل به في الابليكيشن هنا جوا الراوتر مش شرط بقى ان انا اضيف الايميل ده جوا راوتر واحد لأ ده انا ممكن يبقى عندي كزا راوتر موجودين في كزا مكان وكل راوتر من الراوترات ده اضيف في نفس الايميل علشان يظهرلي على الابليكيشن طب تعالوا كده بقى نشوف الابليكيشن لو انا فتحت من الداتا هقدر اخش على الراوتر بتاعي ولا لا تعالوا كده مثلا نفتح الداتا دلوقتي كده زي ما انتم شايفين انا قفلت الواي فاي خالص وشغلت دلوقتي على الفورجي هفتح كده الابليكيشن بتاع تيب لينك وبالتالي هلاقي الراوتر بتاعي التيب لينك الفي ار تلتمية ظهر عندي هوا زي ما انتم شايفين واقدر اخش عليه وتحكم في اي حاجة فيه من وانا عن طريق الفورجي مش عن طريق الواي فاي بتاعي يعني لو انا في اي مكان بقى وبورا البيت اقدر اتحكم فيه عادي جدا ولكن طبعا لو جينا كده نروح على الانترنت كونيكشن علشان نعدل اليوزر نيم والباسورد اللي شركة الانترنت تم اديهم لي فما الاقي ان انا ما اقدرش اتحكم او اعدل فيهم زي ما قلت لكم ان دي من ضمن الخطوات اللي لازم بكم انتصل على شبكة الواي فاي علشان اعدل فيهم وبس كده موضوع سهل جدا موضوع بسيط جدا لو عندك اكتر من راوتر تقدر ان انت تضيف الايميل ده في اي راوتر من الراوترات اللي عندك وبالتالي تقدر تتحكم فيهم كلهم وانت برا البيت خلي بالك وسعب بقى الابليكيشن مبرداش يشتغل من وين انت برا البيت وانا بيبقى مشكلة من شركة الانترنت ان انت مشترك معاها وشوية كده وبتلاقي اشتغل داني والمشكلة دي تحلت ودي كانت حصلت في اتصالات تحديدا واوقات وليلا كده في فودافون وكده احنا خلصنا ما تنسوش بقى تكتبو لنا في الكومنتات كده انتجارات والابليكيشن ده ولا لا او اي رأييكو فيه وكمان لو الفيديو عجبكو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتنزيلوا تشتركوا في القناة واتبعنا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلكوا كل جديد شكرا ليكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في فيديو جديد السلام موسيقى